يومنا هذا هو أولا قيامهم فيامنا بلغت الله هذه الأشر ونجعلك من آلها ألي ربك من نفسك خير ونغتن بركات هذه الأشر جدا ونشهادة في العملنا الصالح العمل الصالح والأعمال الصالح بابه رواسي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ديامك العمل الصالح هذا حذف على وجوه أو أنواع الأعمال الصالحة في هذه العشرة فاقتنمها واقتنم بركتها ونشجد في الاستثار أن الأعمال الصالحة مستعدين بالله سبحانه وتعالى ومجاهدا لنفسه وهي كما أنها دخلت تخرب سريعا كما أنها دخلت تخرب سريعا وموفق من عباد الله من أحسن أغتنامها بسر الله الكريم رب العرش العظيم أن يغنمنا أجمعين خيرات هذه الحشر وبركاتها ونعيننا فيها على كل خير ونعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم عنا ونعيننا ونعيننا ونعصرنا ولا تنصر علينا ونقر لنا ولا تنكر علينا رحمنا ويسر عدى لنا ونصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك مخبتين لك مطعين اللهم تقبل توبتنا ورسل حوفتنا وخبت برجتنا واهد قلوبنا ورسل عن سنتنا ورسل سخيمة صدورنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر العظيم تعالى الرشي نسألك مجبات رحمتك وعزائي ومغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلع سليما ونسألك صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم في مكان تعلم وقيوب اللهم إنا نسألك من خير كله عاجره وآجره ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجره وآجره ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قوله عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمه أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وتراعة لنا في كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على بنا ربنا لا تزل قلوبنا بعد إذا ديتنا وأبنا من يدك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا دنبنا كل دبه وجلها اللهم اغفر لنا ولي والدين ووالدين وذلياتهم ولمشريحنا ولمودات أمرنا ولمسلمين ولمسلماتهم اللهم آمنا في أوقاننا واستعلمتنا ودات أمرنا وجعل ولايتنا في من خاطك والتباك والطبع لضاك اللهم اغفر لي أمرنا بهداك وتعالى عمله في رضاك وسهده في أقواله وأعمالك اللهم اغفره وودي عهده وما في صلاح البلاد والعباد اللهم اغفر لنا مهومين من المسلمين أغفر أسفار المقروبين وأغفر لنا عن المدينين واشتبطانا وموت المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اصدح ذات بيننا وأغفر بين قلوبنا واهدنا سوبنا السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا والمسلمين من الفتن ما ضهر منها وما بطر وهم اغفر لنا من خشيتك ما يحول بينها وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلون به جنة ومن اليقين ما تحول به علينا المصائف الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصالنا وقوتنا ما هيكنا وجعل الوارث منا واجعل أغفرنا على من ظلمنا وصورنا على من عدان ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا الأكبر أهمنا ولا نبنى علمنا ولا تسدق علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك يا منان يبدئ السموات والأرض هذا الجلال والبكره يا حمد يا قيون أن تصلح لنا أجمعين النقية والذنقية والعمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ما إله إلا أنت تستغرقاته إليك الله صلى الله عليه وسلم فلا عليك ورسولك نبينا ورحمد وخالي وصحبه أجمعين الله صلى الله عليه وسلم وخاليل صلى الله عليه وسلم شكرا